ارجع تاني برضو واقول لما احنا بنقول على تقنية زي البلازمة هي تقنية ميزتها كبيرة جدا للناس انها ناتشرال طبيعية احنا واختين حاجة من جسمك وده اللي انا قلته في بداية الحلقة وعيده تاني واكد عليه كزا مرة استغلت حاجات عظيمة ربنا منحلنا جوه جسمنا ازاي نصيرها بشكل واحقنها واستفيد منها فبالتالي لما نيجي نقول حاجة لسه هتبتدي هتشتغل وتقدي دورها ما توقعش بقى ان على طول نتيجة في ساعتها في جزئية من النتيجة هتظهر ساعتها وفعلا المريض بعد حاجة زي دي لو انا بتكلم داتي لغاية داتي بتكلم على استخدام واحد للبلازمة ولسه فيه استخدامات اخرى هيحس فعلا ان فيه جزء حصل وهو انه استعاد جزء كبير من نظارة بشرته لكن انا يهمني بالاضافة لدي ده تأثير معين هيحصل للبلازمة حلو جدا والناس بتستفيد منه لكن لازم نبقى فاهمين ان العلم لما حابانا حاجة زي دي هو علشان قدام بقى هو دي قصة ده هاجس عند ناس كتير فيه ناس بيتفرجوا علي دلوقتي عشرين تلاتين سنة يقولك هو انا حابقى زي زمان مفيش اي حاجة ممكن تساعدني ان انا مش لازم وانا عمري تلاتين ونتيجة السترس وف لايف وضغطة الحياة اللي موجودة وسوق تغذية بيكون موجود وتلوث وحرارة وحاجات كتير قوي ممكن يظهر علي وده للأسف موجود في مجتمعاتنا دلوقتي كتير زمان كانت الناس ريئة وكان الغذاء ساعات بيبقى صحي كمان اكتر وكنا معتمدين على اكل بيتم انتاجه ساعات جوه بيوتنا لكن دلوقتي حاجات كتير قوي ما بتبقاش من هذا القبيل فبالتالي انت بحاجة لحاجة تبقى طبيعية تعوض اللي بيحصل ليك ده تايما مع الوقت فبالتالي منقول بلازمة دي بتتحئن انت كده ساعدت لحاجة تأخر بالنسبة لك تصارع الزمن ده قوي والمشاكل اللي هتطلق على البشرة مع السن في نفس الوقت كمان لازم نبقى عارفين ان البلازمة دورها مش دور بديل لحاجات تاني كتير احنا بنسمع عنها في التجميل يعني بنسمع دائما على تعبير اسمه البوتوكس تعبير اسمه الفيلر الكلامنا عنه في حلقات قبل كده وحنتكلم عليه في حلقات ان شاء الله ودينا عمر حلقات لاحقة حنقول استخدامات الحاجات دي والحديث برضو فيها ايه ان كل يوم بيبقى فيها جديد الحاجات انا بتتكلم عنها التانية لكن البلازمة مش بديل لكده انا برد على الكلام انا بتسئله كتير ان طب يا دكتور انا عاوز احقن بلازمة في البشرة لكن بدل ما تحقلني مثلا بوتوكس هو مين قال ان ده بديل لده خلينا نبقى فاهمين حاجة عشان دي تعبيرات مشهورة جدا فيه عندنا بوتوكس فيلر بلازمة فيه حاجات كتير جدا والتجميل ده بحر بقى لو دخلنا فيه مش عنه خلاص خالص لكن حنصلت الدوق على بعض الحاجات المشهورة لما بنقول بوتوكس فيلر بلازمة فهو بالتعبير اللي انا بقوله ده بالزبط ترتيب الحاجات التلاتة دول شغالين كل واحدة فيهم زي ما بنقول على طبقات الجلد من جوه البرا يعني ايه البوتوكس هي المادة الوحيدة اللي في العلم اللي بتشتغل على عضلات الوش لازم برضو الناس تبقى فاهمة معايا ان الجلد عبارة عن من برا الجوه ترتيبات الطبقات جلد بعد كده فيه انسجة رخوة ودهون بتبقى تحت الجلد بعد كده وده البطانة اللي مدينا شكل ناعم للبشرة وإلى لو واحد البطانة دي عنده قليلة هيبقى زي بقوله ايه جلده على عضم كده يبقى وشه ايه منحود زيادة عن اللزوم فبالتالي قلنا جلد طبق الرخوة والدهون اللي موجودة عاملة البطانة بعد كده العضلات اللي بتدينا ملامح الوش لتخلي اي واحد فينا يضحك يكشر يندهش يعمل تعبيرات بوشه كتير فلما اقول اول مادة وهي البوتوكس هتتحقن للعضلة فبالتالي هتقلل شوية من النشاط الزيادة يعني هتحل بالنسبة لنا مشكلة كبيرة وهي التجايد التعبيرية الخدوط اللي بتظهر مع حركات الوش بشكل عنيف تكشير اندهش ضحك بشكل كبير مفرط فبالتالي منلاقي مادة تانية اسمها الفيلر وهي مادة ملئة دي بتعوض البطانة الداخلية لما نيجي بقى نطلع على الطبقة السطحية خالص وهو طبقات الجلد بقى كلها هي بقى البلازمة هي دي اللي هتعمل تنشيط للجلد بشكل عام ويستعيد حيويته وامرنته ويتشد بشكل سليم وتساعد ان هو يبقى هلثي وصحي ترجمة نانسي قنقر